في بلد يصف نفسه بالديمقراطي ويضم أكبر تعدد في الأعراق والمعتقدات الدينية يقتل الناس على الهوية أو الانتمائهم الديني ويحرمون من ممارسة شعائرهم بل وتحرق أماكن العبادة الخاصة بهم لا ينطبق هذا الأمر على مسلمي الهند والذين عانوا ما عانوه من قتل وتنكيل بل امتد ليطال المسيحيين أيضا هنا يحرق الهندوس بيوتا وأحياء بأكملها يقطنها مسيحيون لتصف مواقع مختصة ما يحدث بامتداد حرب الهندوس ضد الأقلية في البلاد مضيفة أن الأقلية المسيحية والتي تشكل 2% من السكان تعرضت للعديد من المضايقات من بينها تحطيم الرموز الخاصة بالمسيحيين ومنعهم من الاحتفال في مناسباتهم تقارير حقوقي تشير إلى أن الجرائم ضد المسيحيين شهدت تزايدا مقلقا خلال السنوات الأخيرة بنحو 60% وصد اتهامات لحزب باهراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي بالمسؤولية عن هذه الاعتداءات مؤكدة أنه ومنذ تولي مودي رئاسة الوزراء تشير الأرقام إلى أنها أصبحت تمارس بشكل يومي في وقت يخشى الضحايا من رفع شكاوى خوفا من الانتقام في ظل الإفلات من العقاب الذي تمنحه الشرطة والحكومة لمرتكبي العنف والجرائم ليس المسلمون أفضل حالا فقد ذاقوا أضعفا مضاعفة مما تعرض له المسيحيون اليوم حيث دعت حملات عنصرية زعاماء دينيين هندوس إلى إبادة المسلمين وقتلهم بشكل جماعي قتل وإبادة وتهجير على مر العالم الذي يكتفي برفع شعارات حقوق الإنسان والمساواة وحرية المعتقد والتفكير دون أي خطوات تحمي هذه الحريات من مغتصبها